موسيقى السلام عليكم وصد الله وعقاتكم بكل خير وحييكم وادعكم التواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات نبدأها بهذه الجولة في آخر الأخبار والأزدارات الثقافية موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 هذه الرسمة اشتركوا في القناة بالانتفاضة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والانتفاضة اشتركوا في القناة النفط اشتركوا في القناة 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 استلهمت اشتركوا في القناة 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 عن هؤلاء الأطفال لكل فرد بالمجتمع لابد أن يكون هناك دور بتخليص هؤلاء الأطفال لأنهم لبنة المجتمع مهما حدث فأن هؤلاء الأطفال في المستقبل سيمثلون المجتمع فإن نحن مددنا لهم يد العون سيكون مجتمعنا بخير أكيد بالتأكيد وإن نحن نبذناهم كما يحدث للأسف في الكثير من الحالات فإنهم بالتأكيد ستكون النهاية سيئة الأستاذ هشام الذهبي له إنجازات عظيمة بالطبع رواية ولادة بلا رحم لا يمكن أن تصف تلك الإنجازات وتلك الروح الإنسانية هي شيء من كثير حاولت فيها تسليط هذا الضوء على هؤلاء الشريحة من المجتمع لمن ربما لم يلتفت لهم على صوتي من خلال كتابي يصل إليهم شكرا لكم أتمنى لكم قراءة ممتعة ضيفنا لهذه الحلقة الكاتب الأردني قصيين سور تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد ضيفي لهذه الحلقة الكاتب الأردني قصيين سور حاصل على ماجستير علوم حاسوب من جامعة البلقاء التطبيقية في الأردن عضو رابطة الكتاب الأردنيين والهيئة الإدارية لفرعها في الصلط مؤسس وأول رئيس لرابطة الكتاب الألكترونيين الأردنيين أصدر كتابا بعنوان قبلة موقوتة مدير عام لمركز جلعاد الثقافي ومنتج أسنديان السياحي كاتب مقالات في بعض الصحف والمواقع الألكترونية فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي مرحبا لملك السلام وصي ضيفا على فضاءات ورافدين الله يخليك أصدر حمد شاكر لكم شاكر لطف هذا الاستضافة على محطات كل نحن إن شاء الله هذه المحطات التي تهتم بالبرامج الثقافية معناتها محطات ذات رسالة ونحن دائما هنا كشعب في الأردن نحن دائما ننظر إلى العراق وإلى أهل العراق يعني بعين المحبة والمودة نحن نعترف ونقر بفضل أهل العراق يعني علينا نحن ربينا في بيئة فلاحيين وبدو هذه البيئة بالأردن وإحنا أبنائنا كانوا دائما يتعلموا ويدرسوا بالعراق من خلال الجامعات العراقية وكانوا يدرسوا بالمجان زي ما أنت تعرف ونحن لازلنا نحتفظ بهذا المعروف هو هذا واجب الأمة المفروض هكذا يصير هكذا واجب كل فئات هذه الأمة ونحن نقر بهذا المعروف للسعب العراقي ونشكر السعب العراقي حياك الله سيد قصي مرحبا بك وأنا مسعداء بأنك اليوم ضيف في برنامج فضاءات وقناة أنا معزب حياك الله وهي المحبة ذاتها عند العراقي انتجاه أهلنا في الأردن ولكل أهلنا في هذه الأمة حياك الله سيد قصي حضرتك حصل على ماجستير علوم حاسوب من جامعة البلقات التطبيقية وبكاليولوس عند ست برمجيات هل هذا التخصص هو الذي دفعك إلى أن تنغمس أو تتفاعل مع الكتابة الإلكترونية؟ لا حقيقة العملية صارت عكسية هي حتى اختيار التخصص له قصة طريفة نعم أنا درست يعني دخل سجلت للجامعة في عام 2012 نعم كان عمري 42 سنة عندما بدأت الجامعة بدأت دراسة الجامعة نعم في عام 1988 كنت أنهيت الثانوية العامة وتوجهت لدراسة هندسة الكهرباء في سوريا نعم وفي هذه الأيام يعني تعرض الدينار الأردني للانتكاسة شديدة جدا فبسبب الظرف الاقتصادي المادي يعني الوالد ما قدر يكمل يعني أنه أكمل الدراسة فعدت إلى الأردن يعني وظلت الدراسة كهاجس وفي البال في عام 2012 يعني تمكنت يعني صارت في شوية سيولة زي ما بنحكي وروحت لأسجل بالجامعة فأنا حاب أدرس هندسة نعم فكان أنا معي دبلوم فبحكي لي للمسجل أنه أنت بتقدر تسجل لهندسة ميكاترونيكس بس بدأت تروع على جامعة البولي تيكنيك هاي بعيدة عن مكان سكني يعني فأقلت له لا أنا حاب هنا بالمركز يعني في محافظة البلقاء في جامعة البلقاء التطبيقية يعني شو فيه من التخصصات فبدأ بسرد التخصصات الموجودة يعني عندما لفظ هندسة برمجيات يعني قلت لهم تمام سجل لهذا التخصص وللعلم يعني لم أكن يوم أعلم أي شيء يعني أنت كانت عندك هذه المواهب مواهب الكتابة وأن غمست في كتابة يعني النشر والتفاعل مع المواقع الإلكترونية قبل أن تدرس هندسة برمجيات نعم قبلها طبعا قبل نعم يعني قبل بفترة جيدة كمان هو بجوز ما فيش كاتب يعني بالدنيا بقدر يعطيك تاريخ بدايته للكتابة نعم أتخيل ما تخيل إنسان يولد كاتب لكن متى بيمارس هذا الفعل وبيهتم بالنشر لا حقيقة الموضوع الرابطة الرابطة الكتاب الإلكتروني نعم أنت أسست رابطة الكتاب الإلكترونية وكنت أول رئيس لها صحيح كيف جاءت هذه الانتكرة الفكرة بلشت بعام 2010 بلشت المواقع الإلكترونية ونشر الإلكتروني ينتشر يعني بالعالم العربي وبالذات بالأردن هلأ كان ومع بداية تحركات الربيع العربي هلأ كانت الإشكالية في أنه الناس اللي بتكتب هاي المقالات على المواقع الإلكترونية طبعا أنت تعرف يعني هذا كلام في كل العالم ربما يعني نعم قضية النشر في الصحف الورقية يحتاج إلى علاقة مع السلطة نعم عحمة بالأردن هنا كان مش الكل عنده هاي العلاقة مع السلطة لكن الانتشار الإلكتروني فتح المجال للكل يكتب والكل ينشر نعم هلأ صار الناس اللي بتكتب للمواقع الإلكترونية بدون أدنى خط حماية لهم هم وليسوا أعضاء في نقابة الصحفين وليسوا أعضاء في رابط الكتاب الأردنيين رابط الكتاب الأردنيين لا تعترف ربما حتى هذه اللحظة بالنشر الإلكتروني يجب أن يكون هناك مخطوطات ورقية نعم هذا الذي تعترف فيه حتى بالأخير تعدل النظام لشرط وجود إصدارين يعني مطبوعات هلأ في هذه الفترة أنا كانت الفكرة بيديهني أنه نحن قاعدين بنكتب وقاعدين بنعارض للحكومة وأحيانا الدولة وبنحكي كلام زي ما بقولها ثقيل وخفيف يعني أنت عارضون الحكومة وتيد الحكومة ترعاكم هلأ هو بالنهاية وجود مظلة طبعا إحنا لا نعارض يعني إلا محبة نعم معارضة المحبة أو يعني معارضة المحب وليس معارضة الباغة لا صمح الله نعم هلأ كانت الفكرة تشكيل يعني هيئة أو جمعية نعم مظلة يعني لهالناس اللي بتكتب حتى أنه يكونوا موجودين تحت مظلة تدافع عنهم وتحمي عنهم إذا فيهم لا صمح الله أحيانا ممكن أنت بالخطأ تكتب شيء يعني غير مقصود أو يفهم شيء خطأ وبالتاني أنت بحاجة إلى مظلة يعني رسمية فانطلقت الفكرة يعني والعلم يعني في حينها يعني مسجن الجمعيات مسجن العام للجمعيات قال أنه هذا ثاني أكبر عدد من الأشخاص اللي بيجوا يسجلوا جمعية بتاريخ سجن الجمعيات قال أنه والرقم واحد يعني كانت عشيرة بدأ من أنت سجلت الجمعية في الوزارة الثقافة طبعا أنت أنت بتسجل الجمعيات بعدين ثم تتبع إلى وزارة الثقافة نعم يتم الحاقة بوزارة الثقافة نعم نعم صحيح تسجيل الجمعيات يتم في وزارة التنمية الاجتماعية في سجل الجمعيات نعم وثم يؤتحال الجمعية حسب النظام الداخلي تباحها وآدفها إلى الوزارة المختصة لأن طابع الجمعية ثقافي بالضبط ثقافي وبالتالي يتم أحالتها إلى وزارة الثقافة نعم صحيح طيب قلت قبل قليل أن هناك معايير بالنسبة لرابط الكتاب الأردنيين وكل الاتحادات الرئسية أنه تضع معايير حتى تميز الأدب الجيد من الأدب الرصين في الانتماء تمام هذه الرابطة رابطة الكتاب الألكترونيين هل هناك معايير تفرض على المنتمين لا لا ما كانت هلأ احنا هاي كمان إشكالية يعني أنا لا أتحدث عن رابط الكتاب الأردنيين بشكل خاص يعني ولكن أش فائدة الكم ما الفائدة من الكم يعني وأنت أستاذنا في هذا المجال لا لعف أنا إذا في عندي عشر إصدارات أو مئة إصدار وكما قلت قبل قليل يعني أنا بدأ اللقاء لا أحد يحفظ لي بيت شعب ما الفائدة يعني من كل هذه الإصدارات هلأ النشر الإلكتروني وربما هاي يعني كمان قضية بندخل فيها يعني حتى تعريفنا للمثقف والثقافة نعم نحن نحن لا نعترف بالتعريفات أو عند الكلام الرسمي إلا بالحديث عن الورق يعني بالحديث عن الكتاب الورقية نعم لكن في الحقيقة أيا كانت وسيرة القراءة فهي قراءة بالنهاية يعني هذا الورق المطبوع أمامك يعني هو كان موجود بشكل إلكتروني قبل لحظات يعني قبل لحظات من طبعتك نعم وبالتالي إشكالية التعريف أنه الكم هلأ أنت تقرر أنا هذه كانت وجهة نظري يعني يعني وليس بالضرور أن يكون يعني المعيار الأساسي الكم نعم على أن أكانت وجهة نظري أنت من يقرر أن كنت كاتب أو غير كاتب نعم هلأ إذا كنت ترى نفسك كاتب نعم تفضل بالانتساب لو كنت لا ترى في نفسك كاتب يعني لماذا تنتصد أصلا ما هناك مشكلة أنه بعض الكتاب هو يرى نفسه شيخ الكتاب وهو لا يميز بين الفعل مفعول به هذا كيف حلها بل إشكالية هذه إشكالية موجودة يعني هو أنا قلت في أحد المرات أنه الإنسان يعني يجب أن يكون لديك على الأقل ولو قليل من الجنون العظمة هذا حتى تكتب أصلا يعني هو لا يستطيع الإنسان يعني التحول إلى الإبداع بدون بدون هذه اللوثة يعني هي لوثة جميلة بالأشك يعني ليس يعني إذن الأبواب مفتوحة بالنسبة لكم يعني على ما أعرف يعني أنه لم يتم تغيير النظام الداخلي يعني حد علمي يعني ولكن هذه كانت وجهة النظر وللعلم يعني عدد المنتسبين يعني لم يصل إلى آلاف هل ما زالت قائمة هذه الرابطة؟ نعم لازالت قائمة ووجودهم مقرهم بشارع وصف التل هناك مقر لهم نعم في مقرها طبعا جميل أنت قلت أنه الأبواب مفتوحة للأعضاء أي كان يكتب ألكترونيا يعني أنا لا أريد للحديث أكثر يعني عن الرابط لأنه أنا لما يعني الآن لست عضوا فيها أصلا أنا تقدمت باستقالتي طبعا إذا ننتقل إلى والخطأ إلى الإبداع الشخصي قصة ينسور نعم أصدرت كتابك الأول قبلة موقوتة نعم هذا الكتاب هو من إصدارات وزارة الثقافة طبعا يعني هو من نمط الومضة أو الشذرات نعم هو من الومضة أو الشذرات نعم لأنه في المحصلة ربما الكلام هو كيف تقوله نعم كيف تقوله كيف تقوله هو المعنى الحقيقي أحيانا الناس ربما قصيدة إنسان يقرأها يبكي وإنسان يقرأها يعني يضحك نعم فالموضوع يعني كيف ما هي العين التي تقرأ يعني والدماغ الذي يحلل هذه المعطيات ويتعامل معها إذن هذه محطة انتقال أنت انتقلت من الكتاب الألكترونية إلى الكتاب الورقية أصبحت أنا ضد النشر الورقي نعم لكنك نشرت ونشرت نعم كتاب نعم نشرت كتاب يعني كيف صارت الفكرة أن تطبع الكتاب كان في احتفال بمدينة عين الباشا كمدينة ثقافة الأردنية وكان الدكتور راشد عيسا هو رئيس اللجنة المعنية بتنظيمات والأمور التنظيمية لمدينة عين الباشا يعني هو المسؤول كان عن ملف اختيار مدينة عين الباشا مدينة الثقافة الأردنية أنا بعمل كمدير عام لمنتجة السنديان السياحي وكاتب وأكتب يعني نعم وهو يعرفني من خلال كتاب المنتجة السنديان السياحة موجودة في عين الباشا نعم فاتصل بي قال لي يعني أنا بدي أنشر لك كتاب يعني بدنا أنت كتاباتك تستحق وانت ما عندك مطبوع النشاط أقيم في هذا المنتجة؟ النشاط فيما بعد نشاط الافتتاح نعم أقيم فيما بعد يعني في المنتجة حلا بطلب مني أنه أزوده بالكتابات وزودت فيها يعني وهو اللي مشاب الإجراءات كاملة يعني هو الكتاب يعني على حساب مشاريع المدن الثقافية بالتابع لوزارة الثقافة نعم أنه وزارة الثقافية تحملت نفقات الطباعة صحيح أنا ضد النشر الورقي لسبب بسيط الآن الناس يعني بالأغلب يعني يمتلكون أجهزة خلوية بكية تستطيع قراءة الملفات الإلكترونية بكل سهولة لماذا نتلف هذا الكم من الشجر يعني نعم أنه هذا الورق هو بالنهاية شجر يعني شغلة ثانية أهم نفكر فيها نحن لا ننتج الورق أصلا يعني نعم نحن دود الفقير لكن الورق أكثر دائمومة من هذه الأجزة الذكية هذه ممكن بأي لحظة يتقلها فيروس أو صحيح وكل ما لديك من الكتابات تمحى وتفع في مشكلة ليس هذه الاشكالية فقط أنت لا تمتلك أصلا مفتاح الإنترنت بمعنى لو قررت أمريكا أن تغلاقها انتهت يعني فأنت صفيت يعني كل ما لديك من موهبة ومن كتابة صارت في جعبة يذهب أمريكا نعم صحيح يعني يضاف إلى ذلك أنه هناك علاقة حميمية بين القارئ وبين المطبوع الورقي صحيح يعني أنا ضد النشر الورقي ولكن أنا أفضل طبعا أكثر الكتاب الورقي ربما صارت إذا أنت بتلاحظ كمان بصفتك مثقف وأستاذنا كمان مرة ثانية بحكي لك ربما صار في جموح باتجاه الطباعة غير الحقيقية نعم في معرض الأخير الذي صارت القاهرة يعني كانوا الناس ينشروا بيصوروا يعني كتب بيقذو لها صورة وبينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي شيء أردأ من أن تتلف من أجل الشجرة نعم هو هنا المشكلة نعم هذه الأشكالية هذا الجموح باتجاه الطباعة يعني يبدو هناك حب عنك للشجرة بالضبط هو حقيقة غير مبرر طبعا كنا نحن بلجار لكن صحيح ما أعرف يعني كأنك تنصب نفسك حاميا للشجرة بجوز والله أنا حتى في كتابات كثيرة من ضمن الكتاب ترتبط يعني عن الحطاب والشجرة بس لا هي جمالا نظرة إنسانية حقيقة أنا أبعد يعني لأنه بالنهاية بدك انت هاي بي أو في شيء بديل يعني في بديل طالما البديل موجود وأوفر وأسهل الاستخدام وأسهل توصيل يعني أنا إذا بدي أوصل نسخة ورقية من الكتاب للعراق وبالمناسبة أنا إلى يعني متابعين بفضل الله يعني أصدقاء عراقيين كثر يعني بوصل لهم إياه من خلال رسالة إلكترونية الكتاب كامل بينما لو بدأ شحن ورقية شوف الكلفة وشوف الإجراءات إذن مدين يعني نسلط الضوء أيضا على داخل هذا الكتاب قبله موقوته نعم يعني هذه الشذرات ومضات يعني وقفت عندها خلال قراءتي لها استوقفتني بعض الكتابات منها تقول يعني كلما أنارت عتمة الليل في الغابة عرفت الأشجار أن أحداهن تسشوى نعم يعني هذه تكاد تكون قصة قصيرة مكثفة هل يمكن أن نصفها بهذا الوصف؟ يمكن يعني أنا حقيقة لست معني كمان بالتصنيف يعني يترك للقارع يعني لكن أنا أريد يعني أن أضع أمامك عبارة وبشكل خاص أنا كتاباتي ترتكز على مشاهدات يومية طبيعية للناس نعم يعني أشياء تشاهدها يوميا لكن لا تعطيها هذا الجانب بجزء بتزين أحيانا أنت أحيانا تزين العبارة بعلامة تعجب اللي يعرف القارع أنه هنا في حالة تعجب مثلا أعطيك على سبيل المثال من الكتاب أيضا يعني أقول بشر وفي فهمي كل واحد مننا أربعة أنياب نعم يعني هذه مشاهدة يومية من مننا لا يشاهد نفسه صباحا يعني كل يوم صباحا ويعرف أنه في فهمها أربعة أنياب نحن بشر وفي فهمي كل واحد مننا أربعة أنياب أو عبارة أخرى مثلا من بعض مهام الملائكة العذاب نعم وهي ملائكة وهم ملائكة ولكن في عذاب هنا يعني أنت تثير الإنسان باتجاه التناقضات نعم الموجودة في الأشياء نفسه في ذات الأشياء حتى الورود التي نهديها في طرفها شوكة ما نعم يعني أنت تشير إلى أن التضاد يعني حالة جمالية أو ضرور للحياة صحيح طبعا بالتأكيد لا شك يعني للتضادات يعني هذا الكون لا يعمر ولا يمشى نعم بالتأكيد جمل تقول أيضا في موقع آخر النور هو الطارئ على الظلام نعم العتمة هي الأساس صحيح يعني هذه أليست نظرة تشاؤمية؟ لا هي حتى هي ليست تشاؤمية هي نظرة الواقعية نعم النور يسبب ألم للعين بينما الظلام لا يسبب ألم نعم أنت عندما تنتقل من نور إلى عتم المفاجئة لا تشعر بألم لا تفقد الرؤية لكن لا تشعر بألم بينما الحالة العكسية النفس تنقبض وهي محرك للبصر ومحرك للسن نحن نحكي بالحواس الجسدي المباشرة لا تشعر بألم من نظرية فلسفية نحية فلسفية عندما كان اللاشئ اللاشئ هو العتمة وبالتالي يخلق النور يخلق النور وبالتالي العتمة هي الأساس يعني أنت تحب العتمة أكثر من النور لا لا بالعكس أنا أفضل النور يعني هو أفضل التنوير لكن أريد للبشر أن تفهم أن العتمة هي الأساس يعني هلأ أنت عندما تكافح أنا كمان أميل لتعريف نفسي أيضا أكثر كمفكر كأنسان مفكري هلأ تصاب باليأس أنت عندما تشاهد يعني كمان حالة أمتنا بشكل عام نعم نحن في ذيل العالم هاي الأسباب بحثنا فيها ليش إحنا بنصل لها المرحلة ليش وصلنا هنا ليش إحنا بعدنا هنا ليش العالم كله قاعد بتقدم وإحنا لا لأنه إحنا العتمة عندنا هي الأساس العتمة عندنا هي الأساس والنور طارع النور طارع في ونبا أخرى تقول الدنيا بحجم ثقب إبرة للطريد والأفق يعني يزيد التساعن على قصاص الأثر صحيح وردت أكثر من مرة طريد وقصاص الأثر آه كتب في يوم أيضا يعني يعني أيضا هي من الثنائيات الجدلية يعني مثلا هناك طريد وهناك قصاص أثر يعني ما بعرف في الأستاذ زياد صلاح يعني في أحد هذه العبارات يعني شرحها في ثلاث ساعة نعم فأحنا بدنا يعني حتى نطيل لكن حلو الإنسان يعني يبحث في هذه الثنائيات التي تتبادل الطريد يعني شوف قداش هو مهتم نعم بأثر النعل نعم عفوا أن القصاص الأثر هو يهتم أكثر بحذاء الطريد نعم يعني شوف هذه دعوات للتأمل للناس كمان تشوف الأشياء اللي بتلحق وراك أو الناس اللي بتابعوك الناس اللي بالباغضين مثلا الحاقدين إنشات يعني على إيش بيهتموا على إيش تركيزهم يعني يعني هناك فئتان فئة تتبع بمحبة و هناك فئة أبي صحيح بكل تأكيد نعم لترى ماذا أنجزت وتتألم أيضا إذن هذه يعني حالة أيضا حالة التضاد أنه يعني الطريد الخائف الذي يبحث عن ملاء مخلص يرى هذا الاتساء يرى أن الدنيا بالطبع الإنسان لما بيكون تحت ضغط يعني بيشوف أما المطارد أما بيشوف أنه يعني وين بدي أبتدور عليه أبحث عن هذا الطريق جميل لك مقالات منشورة في بعض الصحف والمراقعة الإلكترونية في أي مجال تهتم هذه المقالات بالله أغلبها سياسية اجتماعية سياسية اجتماعية أنا أخشى أن أكتب في الدين حقيقة أنا أتمنى أن أملك الجرأة على الكتاب في الدين لأن لدينا تشواءات حقيقة واضحة جدا ولكن لا أجرؤ حقيقة لأنه أنا أخشى من ردود الفعل نعم نحن بالعالم العربي بكل أسف يعني وإن كان صح إذا أنت لا تكتب في مجال الدين كتبت في مجال السياسة صحيح صحيح السياسة والاجتماعية نعم يعني انتقاد للسلوكيات معينة مثلا بتأكيد لا نمدح أحدا عندما نرى هناك خطأ يعني يسترعي الاهتمام يعني ما المعنى إذا هناك حالة إيجابية أو منهج إيجابي عند السياسي لماذا لا لما السياسيين يصيروا محترمين كما يجب عليهم أن يكونوا لن نتردد في مدحهم الأمر ميؤوس منه مبدئيا نتحدث عن حضرتك يعني لك بعض طويلة في الكتابات الإلكترونية في الطلاع على عمل ونشاطات هذه المواقع الإلكترونية إذا تحدثنا من جانب إبداعي هذه المواقع هل خدمت الإبداع أو أنها قدمت يعني خلت بالإبداع أنها قدمت تركت مجر مفتوح للجميع أجبا رديعا بالله أنا أعتقد أنها خدمت الإبداع وكمان في جانب آخر أهم هي وضعت القراءة أمام الناس سهلت الوصول للقراءة الناس خلال عندما تستخدم مواقع تواصل الاجتماع هي بالنهاية تقرأ وحتى لو على أي كان مستوى الثقافي أو المستوى الذي يبحث عنه الإنسان رديء بالأخير إلا ما يظهر له شيء جيد يقرأه ويطلع عليه ويشوفه بجوز إحنا كمثقفين في علينا يعني عتبوا علينا ملامة من ناحية تعريف الثقافة أنه ربطناها باستخدام الكتب وحقيقة هذا كلام مش صحيح يعني أنا ممكن إنسان بيسمع كتب سماعي في إنسان بيشاهد فيلم هو الفيلم من نهاية كان رواية مثلا بناس بيسمع أخبار هذه ثقافة كلياتها يعني مش بالضرورة أنه دائما ربط الفعل الثقافي بالكتب الورقية أنا كقصي يعني كشخص لولا الإنترنت لما أحد سمع فيه نهائيا نهائيا يعني أنا بهذه الأيام لما بلشت أنشر أنا كان عندي مكتبة صغيرة هيكة بترزق منها زي ما بحقوا يعني نعم ولا وأنا قاعد بمكتبتي بلشت أنشر المقال نشرت أول مقال يعني اشتغلت في بيع الكتب لا لا هي كانت نحن نسميها مكتبة وهي تختص بالقرطاسية حقا لا لطلاب المدارسي بهذهك الأيام يعني أنا لما كتبت أول مقال نشرته على موقع اسمه البلقاء نت نعم وكان عنوان المقال هو البلقاء الاسم الثاني الصلط نعم هي المحافظة البلقاء نعم المدينة الرئيسية الصلط نعم يعني عاصمة المحافظة هي الصلط مدينة الصلط إذن مركز المحافظة الصلط صحيح أما المحافظة هي البلقاء البلقاء نعم نشرت الأول مقال لا تعرف بيصير الواحد يقارن حاله مع الكتاب الثانيين نعم فمثلا وجدت عندي مثلا 15 تعليق بينما المقالات الثاني تعليق أو تعليقين فشعرت أنه معناته فيه اهتمام من الناس يعني بعدين المقالة اللي بعدين صارت تزيد الاهتمامات بعدين اتجاهنا نحو الفيسبوك لأنه الفيسبوك أعطى حرية أعلى يعني وثقف أعلى يعني نعم وغير هيك فقط مش بس إلى كمان أعطاك حرية الرد على التعليقات نعم يعني الزبون قاعد بيأخذ البضاعة مباشرة بالباقة وبتتفاصل فيها يعني بتصل أحيانا لأنه كمان بتكون أنت ككاتب مضطر أنك تشرح أحيانا يعني لأنه الناس كلها مش فهم واحد يعني وأحيانا أنت نفسك يمكن يكون إخونك التعبير وبالتالي تستطيع أن تبرر نفسك وتستطيع أن تشرح نفسك أو تدافع عن فكرتك على الأقل جميل الصلط يعني الممتزجة مع جغرافية فلسطين صحيح يعني بجبالها جمال جبالها يعني سفوها هي الخضراء يعني قد تكون هي انعكست على خيالات قصي نسور وارتبطة مع الشجرة ارتبطة مع هذا الجمال كيف انعكست هذه الجبال الخضراء والتي تمتد باتجاه فلسطين على تجربة قصي نسور والله احنا بجزء كفلسطين بشكل خاص يعني هي في ضمير كل إنسان عربي يعني لا أتخيل في ضمير كل إنسان يحمل ذرة إنسانية يعني القضية الفلسطينية اللي يعني اللي فهم حيثياتها صح يعني على الأقل يعني هذا ما أدعي نعم هو مضطر للتعاطف يعني مع الشعب الفلسطيني حتى لو لوم تكون مسلم ولولوم تكون عربي ولولوم تكون يعني يكفي أن تكون إنسان حتى تتعاطف مع الفلسطيني لكن بالتأكيد البيئة يعني أكيد كان الاثر يعني أحيانا كثيرة بجزء تجلس بينك وبين نفسك تسترجع ذاكرتك مثلا كطفولتك لا أذكر شيء يعني احنا ظلينا يعني مثلا نمضي أغلب الوقت في الحارات والحواكير يعني نعم لكن عندما تبدأ بالكتابة تجد أنك أن هناك يعني كم هائل يعني من الذكريات يعني شكلتها هذه الصور يعني ربما مجوز إحنا كمان أجيالنا إحنا عرفنا معنى التراب واللعب بالتراب يعني عرفنا شو معنى أنت تسلق الأشجار حتى تصل إلى عصفور مثلا نعم تسرق بيضه نعم تسرق بيضه يعني هذه بتأكيد يعني شكلت ارتباط يعني بين البيئة وبين الإنسان الإنسان ليس مفصول عن بيئته يعني ليس مفصول عن بيئته لكن مثلا هذا لا يعني أنه الإنسان مثلا هي السلطة كطبيعة جهرافية جبلية ومليئة بالأشجار يعني وتشتهر بزراعة العنب والزيتون يعني وما إلى ذلك لكن أنا كتبت عن الصحراء على كل قصص الطريد وقصص الأثر مثلا المذكورة بكتاب هي من الصحراء من وحي الصحراء نعم حتى أقول يعني الطرق المعبدة أتاهت قصص الأثر الطريق المعبدة يفترض أنه هو اللي بيوصل الناس هذا مشكلة بالنسبة للقصاص الأثر لا تترك أثر صحيح لأنا لا يبقى أليه أثر صحيح جميل حضرتك المدير عام لمركز جلعاد الثقافي ومنتجه السنديان السياحي واندي أتحدث عن هذا المركز الثقافي مركز جلعاد ماذا يقدم؟ ما هي النشاطات التي يتبناها هذا المركز؟ تمام هذا المركز جلعاد هو يعني يقع تحت مظلة منتجه السنديان السياحي نعم المركز فيه متحف فني دولي وبالمناسبة هو فيه طابق مخصص للعراق يعني أكبر حجم طابق عندنا هو الطابق العراقي في المتحف يعني نعم موجود من ضمن المتحف هو مخصص للفن التشكيلي العربي المتحف هو ملكية خاصة للمهندس سامي هندية نعم كل اللوحات اللي فيه هي private collection بسموه يعني مجموعة خاصة وهو مفتوح للعام يعني لرؤيته في أي يعني خلال أوقات دوم طبعا مجانا يعني ووقف ثقافي يعني حتى هذه اللحظة يعني وقام كوقف ثقافي وهاي دعوة لكل اللي بيشاهدونها يعني يشرفونها ميت أهلا وسهلا يعني المكان مفتوح دائما وابدا متشرف فيه النشاطات فقط في المجال الرسم هلا هو نستقطب فنانين بشكل عام يعني هاي النشاطات المهمة يعني يعني احنا بنجيب فنانين أردنيين نعم فنانين عرب كل مرة من دولة يعني من دولة يعني من دولة معينة بيقيموا فترة أسبوع عشر أيام حسب من بالمناسبة خلال شهر ثلاثة هذا القادم يعني فيه عندنا ثلاث معارض ستقوم ثلاث معارض يعني إن شاء الله نعم إن شاء الله إذا تمكننا يعني بنبعث لكم حتى يتم الإعلان عنها من خلال أنشطة ثقافية يسعدنا وفيه كمان عندنا مسرح مبنى على طراز المدرجات الرومانية نعم بتسأل حوالي أربعمائة وخمسين شخص أيضا من قيم عليه فعاليات مثل احتفالات لما بصير فيه عندنا مناسبات أو مثلا كمان فيه مسرحيات كمان عملنا عليه مسرحيات أكثر من مسرحية وطنية نعم طيب لماذا لا يكون له صدى كبير في المشهد الثقافي طبعا من خلال هذا الشر هو بالفن التشكيلي له صدى أنه هناك نشاط مهم يقيمي نعم هو نشاط مهم والمتحف ربما يكون ثالث أكبر متحف في الوطن العربي نعم ثالث أكبر متحف يعني من ناحية المساحة طبعا وعدد اللوحات من ناحية مساحة اللوحات يعني والله بالعكس يعني إحنا بتعرف الأنشطة الثقافية أيضا لها ارتباطات كثيرة وبدها تفرغ وبدها ناس متطوعين وهيكا مش بالسهولة ولكن العمل اللي بنقوم به أيضا يعني مش هيل يعني هل يقام النشاط بشكل شكل 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 دوري بشكل دوري نعم طبعا بتخف خلال الشتوية يعني خلال فترة الشتاء تأرفها طبعا ظروف الجوية تمنع الناس وتمنع الناس تكون صعبة على الناس المكان فيه فندق وفيه إقامة في مطاعم وكفيات كل شيء يعني موجود جاهز وقادر على خدمة الناس لكن يعني نرغى أن الناس يعني لا تحبذ يعني إذن ظروف مهي طالما هناك فندق أن تقام نشاطات دولية أيضا في هذا المكان إحنا نجاهزين إحنا هذا اللي بنعمله إحنا بنعمل نشاطات دولية نعم إحنا ماذا نستقطبنا آخر مرة 17 فنان مصري يعني من أهم فنانين مصري نعم يعني مش أنه لكن الآن لما تسأل من تونس من مستوى الوطن العربي كامل نعم لما تسأل عامة الناس عن مركز جلعاد الثقافي يعني حقيقة هو معروف أكثر كمنتج على السنديان السياحي نعم ومتحف هندي للفنون المتحف معروف على مستوى الفنانين تشكيليين جدا يعني معروف جدا نعم حضرتك عضو رابط الكتاب الأردنيين وعضو هيئة إدارية في فرع الرابطة في الصلط صحي يعني تقام نشاطات حقيقة نوعية وأنا حضرت أحد هذه النشاطات لكن أحيانا نوجه نقد إلى فرع الصلط أنه النشاطات محدودة جدا قليل لماذا؟ والله ما هو نحن نرجع نفس إشكالية كمان اللي كنا نتحدث عنه قبل قليل إلا أنا مثلا في عندي نشاط يوم الأربعة نعم أنا أصغر أعضاء الرابطة عمرا وقدرا أنا أجد بالمناسبة نعم يعني تخيل يعني أنتك تكون بالخمسين بدك لو بدك واحد يروح يجيب شوية أغراض الضيافة يعني بتسبب إشكالية نعم فكمان هنا يعني ربما تكون المراكز الثقافية بحاجة إلى دعم لإفادة من المؤسسات الرسمية الحكومية موظفين يعملوا يعني بشكل تطوعي لديها حتى تقوم يعني بالأعمال المطلوبة منها على الأقل يعني إقامة النشاط يعني هي بس فقط تكلفتها الحقيقية الوقت نعم يعني من يجد من يتفرق يعني وباي دعوة مفتوحة للجميع هذا يعني رابطة الكتاب فرع السلط يعني تحت أمر الجميع في أي وقت اللي بيحب يجي شارك يعمل نشاط إحنا جاهزين أبداً ما بنتردد يعني بالتوفيق إن شاء الله بالتوفيق شكراً لك الكاتب الأردني وصين سور على هذا الحوار جميل الله أحب لك أشكراً لك شكراً لك أعزائي مشاهدين أشكر لكم حزن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم شكراً لكم